منت كده انا عايز اشير معاكو اصنع من سانت مكاريوس قولة لأبو مقار نقمت في فرعه كده تمام انتو شايفين السكين مش كده ياسم تمام نقرأ مع بعض هو قول صغير بيقول ان في أخ كان بيسأل أبو مقار السؤال والإجابة جميلة جدا بيقول ايه من العرب بيقول سأله أخ أيضا ارشدني يا أبي عما هو العزب وما هو المر المذكور في الآية لعل ينبعا ينبع من النفس عين واحدة العزب والمر في رسالة شعقوب كده شعقوب يقول ان ما ينفعش ينبع ينبع من نفس العين مية عزبة ومرة بيسأله بيقوله ايه هو العزب فقال له أما مقار يقال ان الطفل الصغير اذا وضعته امه على الارض تعطيه شيئا عزبا في يده لكي يمتصه حتى لا يأخذ من القمامة شيئا قد يودي بحياته من النهاردة لحد النهاردة بيبندي البابيز الباسيفاير أو تيتينة عشان ما يبلعش حاجة من الأرض بيشرح بقى المثل بيقول فالقمامة هي الخاطية والمصرات الجسدية والشيء الحلو هو ربان يسوع المسيح الاسم المبارك واللقلوة الحقيقية يعني لما حطه بقى اسم يسوع وافضل اردده كأن زي يعني الرضيع اللي بيمتص الحاجة العزبة لمامته تدهاله يخلي ما يحط الشبقه حاجة من الخاطية أو من مصرات الجسد فبيقول إن الشيء العزب هو إيه؟ الشيء الحلو هو ربان يسوع المسيح الاسم المبارك واللقلوة الحقيقية لأنه مكتوب في الإنجيل المقدس إن ملكوت السماوات يشبه إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة فلما وجد اللقلوة واحدة كثيرة السمن مضى وباع كل ما كانا له واشتراها واللقلوة الكثيرة السمن هي ربان يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباء يعني بيقول مثلاً بيقول إن المسل بتاع التاجر اللي بيطلب الآلق سمينة لقى اللقلوة واحدة سمينة مختلفة عن كل الآلق اللي عنده فباع كل حاجة واشتراها اللقلوة دي هي دي عنده كانت اللقلوة السمينة الكثيرة السمن فإحنا الآية الأصلية في رسالة شعوب بتاع الينبوع اللي هو الفم يزن بيقول كل واحد فينا ممكن يحط فيه عزب ممكن يحط فيه مور ميفعش الاثنين مع بعض ولو اكتشف عزوبة الاسم الحلو بتاع ربنا هيغنيه عن أي حاجة تانية مش حلو ممكن يحطها ببق وده اللي الأمة بتعمله مع التفلة بتاعها كمان يعني في كذا نقطة أولا فكرة ان احنا محتاجين نتدرب ان احنا اسم يسوع الالسان ما طول اليوم طول اليوم ننادي يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح ده يتخلي حاجات كتيرة جدا وحشا ما تخشش بقق ما تطلعش بققينة وما تخش ما هو يعني ده ما انتعارفين اللي بيخش هو اللي بيطلع فلو الإنسان في بققه حاطت فيه اسم يسوع ده هيخلي كل حاجة حلو تطلع بعد كده ما يطلعش مر من الينبوع حاجة تانية فكرة انه اسم حلو انه يعني كل شيء جنبه مر فإحنا لأننا مش متعودين نحط اسم يسوع في بققنا فبقى زينا اتزال طفل اللي كل شوية لاقي حاجة يفتكرها حلو يحطها بققه ومش مدرك انها ممكن تبقى مضرة أو ممكن تبقى مميدة أحيانا فدي حلها ايه؟ حلها ان الطفل بعد شوية لما فدي حلها ان الطفل من الامام تطلعوه إذا حاجة حلوة يفضل يجري وراءها ويطلوعها وما يدورش على حاجة بالأرض فعنه ممكن تطلع بسرعة بالإنجلس كده بيقول A brother also asks He asks He asks He asks He asks في المترجم الثالث في القرآن في القرآن to sin and carnal pressures and the sweet thing is our Lord Jesus Christ the blessed name and the true pearl يعني is advising us to put in our mouth the sweet name of Jesus Christ so to repeat it all to meditate on it all days keep calling on the name of the Lord Jesus Christ son of God have mercy on me Lord Jesus help me and so on for it is written he continues for it is written in the Holy Scriptures that the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls who sorry that'll be missing here who when he had found one pearl of great price went and sold all that he had and bought now the pearl of great price is our Lord Jesus Christ the king of kings and lord of lords so again there are a couple things number one the name of Christ is sweet and makes everything else compared to it bitter if we realize that if we by practice realize the sweetness of the name of the Lord we would not run after bitter things and number two we cannot combine the two either يعني if we put the name of Christ in our mouth all day it would reject automatically bad things as James said the spring does not send forth both the fresh or the sweet and the bitter in the same time so I think that's the same thing as we think we have a lot of time and a lot of time if we can put it in the head in the head it will be to the name of Jesus on the lips and that's it will be sweet يعني سويت بس درابن المكدد دائم أبنين